السلام كاملين معكم في أخبار النادي الأهلي أحمد القندوسي لاعب النادي الأهلي والمعارحة لين إلى نادي سيراميكا هينتقل إلى نادي الشمال القطري اللي دخل فيه مفاوضات متقدمة مع مسؤولي الخعلعة الحمراء ليه عشان الحصول على خدمات اللاعب الجزائري احنا نتكلم عن اقتراب اللاعب من التوقيع أو الانضمام لصفوف نادي الشمال القطري العرض عبارة عن 2 مليون و200 ألف دولار للحصول على موافقة النادي الأهلي ببيع اللاعب الجزائري اقتربت المفاوضات من الحسم هيتبقى الرتوش بقى النهائية على الصفقة وكمان قيمة عائد البيعوي البنود الخاصة بالمكافئات المالية من جراء نسبة المشاركة وأيضا كمان تسجيل الأهداف وتحقيق البطلات مع الفريق القطري ودي نسبة طبعا بتعود إلى خزينة النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر